هلو مي ديري ستودانس إتسايم فور the final revision for the second term exams and let's focus on the most important questions in our story this year Black Beauty السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب سطف ستاليس الإعدادي النهاردة إن شاء الله معينا المراجعة النهائية للترمي التاني وهنراجع مع بعض قصة Black Beauty طبعاً قبل مبدأ في المراجعة لازم نركز كواس جداً على أسئلة الworkbook 90% من أسئلة الامتحان إن شاء الله تكون من كتاب الworkbook وعشان كده أنا جمعت لكم معظم الأسئلة الموجودة سواء في الpractice tests or the questions on each chapter Answer the following questions What happened to Black Beauty and Ginger after Ginger began to kick? طبعاً إحنا فاكرين الأكسدنت دي كويس قوي The reins were very uncomfortable وبدأت Ginger تام الإيش She began to kick so hard that they fell to the ground And they were badly hurt يبقى معنا كده إيه اللي حصل السؤال بيقولي إيه اللي حصل ل Black Beauty and Ginger بعد ما هي بدأت تركل قلنا They were badly hurt يبقى they fell to the ground And they were badly hurt يعني هم وقعوا على الأرض واتصابوا إصابة سيئة Question number two بيقولي Why did the earl decide to sell the horses بعد الأكسدنت دي إحنا عرفنا أنه هو Earless mice قرر أنه يبيع Black Beauty and Ginger Why السؤال هنا بيقولي ليه Because they couldn't pull the carriage after the fall لأنهما ما كانوش بيقدروا يقروا الكاريج بعد الوقع Question number three بيقولي Do you think that Black Beauty was angry with Ginger after the accident Why or why not طبعاً السؤالين اللي هيقولنا في الامتحان هيكونوا critical thinking يعني هيكونوا تفكير نقدي لازم أكون عارفة أنا بقول yes ليه وبقول no لي يبقى لازم أعبر عن رأيي ولازم أقول مبرر منطقي للاختيار اللي أنا اخترته هنا بيقولي هل تعتقدي أن Black Beauty كان غضباً من Ginger بعد الحدثة دي طبعاً إحنا الرد بتاعنا هنقول no As he realized that she did that because the rains were very uncomfortable يعني هو كان مدرك أن she didn't mean that هي ما كانتش تقصد أن هي تأذي ولكن the rains were very uncomfortable يعني the rains كانت غير مريحة تماماً Question number four بيقولي Why did Mr. Perry's doctor advise him to ride a horse طب هو مين Mr. Perry؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض إحنا قلنا أن Mr. Perry was a businessman Mr. Perry كان رجل أعمال And his doctor advised him to ride a horse ليه بقى؟ نصحوا أنه هو يركب horse To keep healthy As he did little exercise لأنه طبيعة شغله بيعمل exercise قليلة ما بيتحركش كتير فمحتاج أنه يمارس نوع من الرياضة فنصحوا أنه هو يركب خيل يبقى الإجابة To keep healthy Mr. Perry was a businessman And he did little exercise تمام؟ Question number five بيقولي Do you think Feltcher deserved to be arrested؟ خلوا بالكم من الكلمات الموجودة في كتاب الوركبوك وناخد بالنا عشان لو ما فهمناش السؤال مش هنعرف نجاوب عندي كلمة deserve يعني يستحق لازم نرجعها كويس قبل الامتحان deserve يعني يستحق وكلمة arrest يعني يقبض على فالسؤال بيقولي تعتقد أن Feltcher يستحق أنه هو يتقبض عليه من البوليس طبعا Y or Y not أكيد طبعا احنا شايفين من أحداث القصة أن هو يستحق أن هو يتقبض عليه يبقى نقولي yes because he stole black beauty's food to give it to his rabbits لأنه كان بيسرق أكل black beauty وبيدي للرابت بتاعته هو كمان he wasn't a good man and he only thought about himself and his family كان بيفكر في نفسه وبيفكر فعلته طبعا ممكن نكتفي بالإجابة بتاعت السطر الأول ونبقى كده جاوبنا على السؤال عندي سؤالين تاني بيقولي why did Mr. Parry sell black beauty مين هو Mr. Parry Mr. Parry دوت اللي هو البزنسمان السؤال بيقول لي ليه Mr. Parry بيع black beauty طبعا أكيد after filter stole black beauty's food it was a bad experience كانت تجربة سيئة جدا لواحد زي Mr. Parry اللي هو البزنسمان فكان لازم يبيع black beauty تعالوا نشوف الإجابة اللي هنكتبها في الامتحان he felt bad after filter stole black beauty's food it was a bad experience so he decided to sell black beauty يبقى هو ليه بيع black beauty لأنها كانت تجربة سيئة هو ملوش في أنه يتعامل مع الخيول فاضطر أنه يبيعه question number 3 بيقول لي why is it important to look after working animals carefully والسؤال ده بيه جتير جدا في الامتحانات السؤال تاني بيقول لي why is it important to look after working animals carefully ليه من المهم ان احنا نعتني بالworking animals اللي هم الحيوانات العاملة carefully يعني carefully يعني بعناية وبحرص وطبعا ده المورة الأصلا بتاع القصة كلها الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه ان احنا we should look after horses they aren't machines هما مش machines they help us and they have feelings like us هما ليهم مشاعر زينا فالسؤال ده بيقول ليه من المهم ان احنا نعتني بالحيوانات العاملة بيقول لي because they work much better when they are given good food and looked after well يعني هما بيشتغلوا كويس لما بيغطوا طعام كويس وبيهتم بهم طبعا انا لو مش عارف عمي بتركيبة الباسف دي في الامتحان انا مش ضروري اكون حافظ اجابات ولكن اعبر بطريقتي بس grammar صح spelling صح فممكن اقول because when we look after working animals they work very hard and do what i want دي اجابة تانية فاحنا عندنا يعني لازم يكون عندنا flexibility في الاجابة مش لازم نكون حافظين اجابة واحدة عندي هنا بقى مجموعة اسئلة بيقولي how do we know that jerry cares about horses طب هو مين جيري جيري دوت كان black beauty's owner واحد من الowners بتاعت black beauty ودوت اللي هو اشترى من الماركت اول مرة طيب السؤال بيقولي بقى ازاي عرفتي ان jerry cares about horses الاجابة he refused to take the two men very quickly to the train station فاكرين الموقف بتاع التو من اللي كانوا عايزين يروحوا للترين ستشن very quickly and they offered extra pound وعرضوا عليه جنيه زيادة عن الأجرة ولكن هو رفض يبقى دا دليل ان هو he cared about horses عمل اي بقى he refused to take the two men very quickly to the train station he cares about horses and gives them good food and enough rest طبعا هو كان كمان من مظاهر عينيته بالخيول ان هو كان بيديهم اكل كويس وبيديهم راحة ما كانش بيشتغل seven days a week وده كان دليل على ان هو he cares about horses question number two بيقول what did Harry and Dolly do to help look after black beauty طبعا احنا عارفين ان مين هاري ومين دلي دول ولاد جاري السؤال بيقول لي كانوا بيعملوا ايه علشان يهتموا بblack beauty طبعا احنا قلنا العيلة كلها كانت بتهتم بblack beauty Harry always helped to look after him Dolly and Polly سواء كانت Dolly او Polly الام والابنة كانوا بيعملوا ايه came to see him often كانوا دايما بيروحوا ويشوفوا ويشوفوا احتياجاته question number three what did black beauty find difficult about living in London السؤال معناه ايه اللي black beauty لقاه صعب في معاشته في لندن طبعا احنا قلنا في البداية there was a lot of noise المدينة دي طبعا كانت فيها ايه ضوضاء كتيرة جدا هو مش متعود على كده and it was very busy كانت زحمة جدا وقلنا في بداية ما شرحنا الstory اول chapter اللي احنا كنا بتتكلم فيه عن الجزئية دي عرفنا ان هو he couldn't find his way among the carriages and the people يعني كان يبقى عنده صعوبة جدا ان هو يقدر يلاقي طريقه بين الناس دي كلها لغاية ما بدأ يعمل ايه لغاية ما بدأ trust jerry لغاية ما بدأ يصدق في jerry يبقى جابت السؤال بتاعنا there was a lot of noise and it was very busy black beauty couldn't find his way among the people and carriages ممكن نقول among او ممكن نقول between بس طبعا هي كلمة among انسب لانها بتيجي ما بين اكتر من اتنين يعني ما بين مجموعة كبيرة question number four بيقولي how easy do you think it was for people to travel around london at this time السؤال ده برضو مهم how easy يعني الى اي مدى كان في سهولة للناس ان هي تتجول في لندن طيب i think it was quite difficult يعني انا اعتقد ان الموضوع كان صعبي تماما as there were no cars trains or buses في الوقت دوت means of transport ما كانتش موجودة بالشكل البتاعنا دلوقتي فما كانش في cars trains or buses only rich people could take a taxi carriage وكان بس الاغنياء هما اللي قدروا يغدوا تاكسي carriage فبالتالي كان في صعوبة جدا في التجول او تنقل في لندن number five بيقولي why didn't jerry go fast for the passengers who wanted to catch the train بيرجع يفقرني بموقف التو من اللي هما كانوا عايزين يروحوا للتريني ستيشن very quickly هو ليه مخدهمش بسرعة وقال لهم لو نفتكر كده مع بعض i will take you only at the usual speed يعني هاخدكو بالصرعة المعتادة ليه هو عمل كده because he cared about his horse's health لانه هو دايما بيهتم بإيه بصحة الخيول بتاعته he didn't want black beauty to get tired ما كانش عايز black beauty يتعب طيب فاكرين كده تعالون افتكر قال إفي الموقف دوت i don't think one pound can help me when my horse gets tired to take other passengers for the rest of the day كان شايف إن الجنيه دوت مش هيبقاله أي فايدة لما الحصان بتاعه يتعب وما يقدرش ياخد الباسنجرز الباقيين لباقي اليوم كده يبقى احنا جاوبنا على الأسئلة دي مهمة جدا كمان من الأسئلة اللي هتقابلنا إن شاء الله في الامتحان عندنا سؤال match column A with column B وهيكون دايما column A موجود في characters يعني كلام عن الشخصيات بتاعت القصة هنا بيقول لي harry captain mr grant ginger رأيي إن احنا هنقرأ الإجابات ونشوف إيه اللي ينسبها من الشخصيات فمثلا بيقول لي did not feel strong enough to work well يعني he did not feel strong enough to work well ما كانش باشعر بقوة بدرجة كفاية إنه يعمل جيدا ممكن الكلام ده ينطبق على مين أكيد ينطبق على ginger طيب الإجابة التانية بيقول لي was the owner of a taxi business مين هو الowner of the taxi business كان mr grant بعد جاء بيقول لي went out with the taxi carriage in the morning اتفقنا إن جاري had two horses كان عنده حصانين captain and black beauty and he divided work between them كان عنده حصانين وبيقسم العمل بينهم اللي كان بيخرج الأول أو كان بيخرج في الصباح اللي كان بيخرج في الصباح كان captain واللي كان بيخرج بعد الظهر كان black beauty يبقى الإجابة captain was jerry's son مين ابن جاري أكيد هاري طبعا إحنا في الامتحان إن شاء الله مش هيكون عندنا four characters and four answers لا إحنا هيكون عندنا four characters and five answers يعني هيكون عندنا أربع شخصيات مقابلهم خمس جمل علشان يبقى فيه جملة أكيد هيبقى فيها حيرة لنا في الامتحان فلازم نركز كويس أوي عندي هنا قوتايشن بيقول he's too handsome to pull a taxi طبعا مني لقال الكلام ده who said this لو تفتكروا كده one of is the taxi drivers واحد من التاكسي درايفر اللي كانوا موجودين لما شاف black beauty أول مرة مع جاري فبنقول السؤال بيقول لي why do you think that one of the taxi drivers says this to jerry when he sees black beauty for the first time تفتكروا هو ليه قال الجملة دي تعانوا نترجمها كده بيقول لي he's too handsome to pull a taxi يعني too too يعني جدا لدرجة أن لا دي قعدة واخدينها وعارفينها فبنقول he's too handsome to pull a taxi يعني هو جميل جدا لدرجة أنه هو ما ينفعش يجر تاكسي هو ليه قال الكلام ده بينقول الإجابة بتاعتنا he can see that he is strong healthy horse يبقى هو كان شايف in black beauty strong healthy horse شايف حصان قوي حصان زو صحة جيدة he is too good to do hard difficult work فزي ما بنقول كده الحصان ده مش مناسب لي it doesn't suit him to do this hard work ما ينسبهوش الشغل الصعب ده أو الشغل اللي هو فيه بهدلة زي ما بنقول كده شننا برتو بيقول لي why did black beauty feel sorry for some of the taxi drivers and their horses تعالوا نفتكر black beauty في جملة من الجمل وهو بيحكي قال I feel sorry for the drivers and the horses ليه بقى تعالوا نشوف الإجابة بيقول لي because life was difficult for taxi drivers الحياة كانت صعبة جدا لل taxi drivers تعالوا نفتكر كانت الصعوبة they hired their horses they didn't have enough money to live ما كانش عندهم فلوس كفاية تعيشهم معظمهم كان بيستأجر الخيول فكانوا they had to work seven days a week without a rest معظمهم كان بيحتاج ان هو يشتغل سبعة ايام في الاسبوع and some of them had to work long hours to get enough money for themselves and their families الإجابة because life was difficult for taxi drivers they had to work very long hours with their horses to get enough money some of them had to work seven days a week and they didn't rest their horses يبقى لا الحصان كان بيستريح ولا التاكسي درايفر كان بيستريح طبعا الإجابة لو طويلة علينا في الامتحان ممكن نلخصها بشكل بسيط جدا ونكتب اللي نقدر نفتكره عندي هنا بقى match column A with column B طبعا هاجلنا في الامتحان أربع شخصيات مع خمس إجابات أما هنا أنا تعمدت إن أجاوب لكم وكل أسئلة الworkbook علشان نبقى ملمين بكل حاجة هنا بيقول لي mrs. فاولر ومختار لها could find work for Jerry طب بالنسبة لجيري and black beauty نختار لها إيه من الإجابات اللي عندنا هنختار لها worked hard at new year because there was no holiday for taxi drivers يعني كانوا بيشتغلوا بجد في البداية العام لأن ما بيبقاش في أجازات في الأعياد عندي a rich man ونختار لها إيه a rich man هنختار G اللي هي made Jerry and black beauty wait for more than an hour طبعا فاكرين اللي هو he wasn't ready ما كانش جاهز واستنوه في الجو البارد number four بيقول لي Jerry ممكن نختار له إيه من الاختيارات عندنا ممكن نختار له إيه اللي هي became ill because he got so cold and tired ودوت برضو بعد ما rich man اتأخر عليه black beauty أنسى بإجابة لblack beauty هنختار له C اللي هي fell down because he didn't have enough energy to pull the carriage up the hill والكلام ده حصل لما Mr. Skinner didn't give him breakfast الكلام ده حصل لما Mr. Skinner ما فطرهوش في اليوم دوت وطبعا بلاك بيوتي لما نقل العائلة اللي كانت جاية من محطة القطر ما كانش عنده طاقة وقع على الأرض سيكس بيقول لي Skinner أنسى بإجابة لسكنر اللي هي B decided to sell black beauty at the market قرر إنه هو يبيع black beauty في الماركت Mr. Tharagood and his grandson ودول اللي هما اشتروا black beauty من الماركت في المرة التانية اللي هو الجد والحفيد ما لهم عملوا إيه الاختار بتاعي هيبقى دي We're very pleased with black beauty يعني كانوا مبسوطين جدا من black beauty عندي كوتيشا تاني يعني اقتباس من القصة بيقول لي Avet came to look at me and told Skinner that I needed good food and rest but Skinner said that I was no good if I couldn't work قال إن ما فيش مني فايدة طالما مش هقدر أشتغل السؤال بيقول لي Why do you think that Skinner makes black beauty work so hard ليتفتكروا إن Skinner كان بيشغل black beauty so hard ممكن نقول He wanted to get enough money to live يعني كان بيحاول يحصل على فلوس كفاية تكفي and he cared about himself and he didn't think that the horse's health was important ممكن يكون مشايف إن صحة الحصان بتاعته مهمة ممكن ألخص ده كله وقول He cared about himself and he wanted to get money for himself and for his family السؤال بعد كي بيقول لي Add the station Do you think that Skinner knew that black beauty was Too weak to carry the family and their bags قلنا كلمة their bags اللي هي كانت في القصة بتاعتنا luggage علشان لما تقبلنا كلمة في الامتحان ما نقولش إحنا مش عارفينها luggage ممكن نستبدلها بكلمة their bags بيقول لي why or why not هل تعتقدوا إن Skinner كان عارف إن black beauty كان ضعيف جدا وما يقدرش ياخدهم طبعا Yes I think so because he didn't give black beauty breakfast and he cared only how to get money أيوة أنا كنت عارف أيوة أنا أعتقد إن Skinner كان عارف لأنه هو مفترش black beauty وكمان هو من شخصيته كده He cared only about money يعني بيعتني فقط بالإيه بالحصول على المال مش بإيه صحة الخير عندي مجموعة من الأسئلة تاني بيقول لي Why do you think that the rich man didn't apologize to Jerry when he had to wait for him in the cold ترجمة السؤال بيقول لي ليه بتعتقد إن الراجل الغني اللي هو الراجل اللي انتظر black beauty وJerry في الجو البالد ليه هو ما أعتذرش الجري لما انتظروا في هذا الجو because he thought it was part of Jerry's work to wait for passengers ربما أعتقد إن ده جزء من شغل التاكسي درايفر إن هو ينتظر الباسنجر فما أعتذرش number two بيقول لي do you think that the man should pay Jerry for the time he waited outside the house why or why not هل تعتقدي إن الراجل ده أو الرجمان ده كان المفروض يدفع تمن الوقت اللي جري استنى فيه برى البيت why or why not طبعا هو كان المفروض يدفع فأقول yes or yes I think so أيوة أنا أعتقد ذلك ليه بقى if he didn't wait he could take other passengers and get money يعني لو جري مستنىش كان يقدر إن هو ياخد بعض من الباسنجرز ياخد بعض من الركاب ويحصل على نقود مقابل ذلك فطبعا الإجابة اللي إحنا قلناها number three بيقول لي why wasn't black beauty put into the carriage for two days ليه black beauty ما تحطش في الكاريج لمدة يومين الكلام ده حصل إمتى because Jerry was very ill لإن جري كان تعبان ممكن نقولها بشكل تاني فنقول because Jerry was too ill to take black beauty for work لإن جري كان تعبان جدا ولحظوا معي عندنا قعدة تو صفة تو مصدر تكررت كثير جدا في الأسئلة يبقى لإن جري كان تعبان جدا لدرجة إنه ما يقدرش ياخد black beauty للعمل question number four بيقول لي why did a vet look at black beauty ليه الطبيب البطري جاء عشان يلقي نظرة على black beauty أو يشوفه لإن black beauty لو نفتكر because beauty or black beauty fell to the ground and he couldn't breathe لإنه وقع على الأرض وكان مش قادر يتنفس طيب عندي سؤال تاني بيقول لي did you enjoy black beauty ممكن يجي لنا سؤال زي دوت في الامتحان طبعا لإنه يعتبر critical thinking يعني عباري فيه عن رأيك هل أنت استمتعتي بقصة black beauty فهقول له yes I enjoyed it a lot or yes I do طيب بيكمل بيقول لي what was your favorite part of the story ماذا كان أكتر جزء أنت أعجبت بي في القصة طبعا كل واحد يقدر يقول اللي هو عايزه فأنا ممكن أقول my favorite part was when beauty lived with Jerry's family أكتر جزء في القصة استمتعت بي لما black beauty عاش مع عائلة Jerry بيكمل بيقول لي did you learn anything from this story هل تعلمتي حاجة من القصة السؤال ده ممكن يجيلي بالشكل ده أو ممكن يقول لي what is the moral of black beauty ايه هو المغزى من قصة black beauty طبعا هقول I learned that we should look after horses as they aren't machines ممكن ده يكون اللي أنا تعلمته ممكن ده يكون المورال اللي احنا بنتكلم عنه طول القصة دلوات معدنا مع اسئلة الpractice test وادو المهمين جدا 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 فنركز مع بعض match column A with column B بيقول لي liked the latest fashion من اللي كانت بتحب latest fashion اكيد lady smith was the horse which lady an liked to ride مين هي lady an لو نفتكر she was early smith's daughter كانت بنت early smith's طيب هي كانت بتحب أنهي حصان تركبه كانت بتستمتع بركوب بلاك بيوتي كانت بتستمتع بركوب بلاك بيوتي مع مين؟ مع أخوها أو مع أولادة عمها مين اللي قالت؟ لو هم مديقوش الرينز أكتر من كده أنا هعمل اللي هم عايزينه أكيد الكلام ده كلام جينجر دي كان أصغر بكتير من البيت اللي كان موجود في أرل شال بارك ودي طبعا مش مناسبة لأي شخصية عندي بعد كده كان المستعب بتاع أرل شال بارك بيقول لي إلى أي مدى كان أفضل من بيرتويك بارك طبعا it was bigger and more modern يعني هو كان أكبر وكان حديث أكتر منه نمبر دو بيقول لي why did Lady Smyth use special reins to keep the horse's heads held high ليه بتعتقدي أن Lady Smyth استخدمت special reins علشان ترفع راس الخيول طبعا because it was the latest fashion for horses لأنها كانت أحدث صيحة للإيه للخيول وإحنا عارفين أن Lady Smyth was very interested in fashion كانت مهتمة جدا بالفاشن يعني إيه يعني كانت مهتمة جدا بالموضة نمبر ثري بيقول لي why was it very difficult for the horses to pull the carriage up a hill ليه كان بيبقى فيه صعوبة للخيول إنها تقدر تجر الكاريج up the hill تفقنا لأن الـ reins كانت بتعمل إيه the reins kept their heads high لأن الـ reins أو الـ special reins كانت بترفع راسهم لأعلى وبالتالي ما بيقدروش إنهم ينظروا لأسفل and they couldn't put their heads down فطبيعي إنه ما ينفعش أطلع hill وأنا رفع راسي كده من غير ما بصت قدامي فالموضوع كان بيبقى صعب جدا يبقى because the reins kept their heads high and they couldn't put their heads down نمبر فور بيقول لي do you think that ginger was right to start to kick why or why not عندنا هنا نقدر نقول yes ونقدر نقول no هنقول yes I think so أعتقد إنها كان عندها حق إنها تبدأ تاني ترفز لي because the reins were very uncomfortable number five بيقول لي how do we know that you were cared about ginger and black beauty اللي عرفنا in New York الهلبر كان مهتم بجينجر and black beauty he was angry about the reins كان غضبان جدا بشأن الرينز did he do anything to solve this problem قدر يعمل حاجة أو عمل حاجة لحل المشكلة دي no he didn't because he couldn't do anything ما فيش في إيدي حاجة يعملها أول حاجة تقول لنا إنه كان مهتم بالخيول and he was angry about the reins وكمان he looked after black beauty and ginger after the fall بعد الوقع اهتم بيهم فنقدر نقولها بالشكل ده ونقول he washed the horses wounds after the fall هو غسل الجروح بتاعتهم بعد الوقع and he looked after them well طبعا دي الإجابات بتاعت الpractice test الأول نركز فيه كويس قوي ونحاول نرجعه مرة تانية طيب تعالوا نشوف الامتحان اللي بعده بيقول لي black beauty mr parry mr parry's friend and filter طيب إحنا هنشوف الإجابات ونشوف الإجابة المناسبة لكل شخصية أول حاجة بيقول لي was accused of stealing the horse's food عندي كلمة accused of مهمة جدا يعني يتهم بي تم اتهامه بسرقة الهورس's food أكيد الكلام ده طيب الإجابة اللي بعدها بيقول لي suggested buying good food for black beauty for a few weeks مين اللي اقترح انه نشتري بعض الطعام الجيد لblack beauty لمدة أسابيع قليلة الكلام ده كان صديق mr parry فنقول mr parry's friend اللي هو كان الفارمر اللي هما رحوا وزروا said if they cannot pull a carriage we must sell them مين اللي قال لو كانوا مش هيقدروا يجروا الكاريج يبقى لازم أبعهم كلام ده قالوا earl smith ويرل smith مش موجود عندي في الاختيارات فالإجابة دي ملهاش شخصية من الشخصيات اللي عندنا was a rich man who bought black beauty كان راجل غني واشترى black beauty أكيد هو mr parry لأنه كان businessman was taken to a market for horses مين اللي اتاخد للماركت أكيد black beauty answer the following questions بيقول لي what was the problem with the reins that lady smith wanted the horses to wear كانت اي مشكلة الر reins اللي lady smith كانت عايزة تلبسها للخيل they were uncomfortable وأدركت بكده لو ما قدرتش أكمل لكن لو عايزة أكمل هقول they were very uncomfortable they held the horses heads high and they couldn't pull the carriage up a hill ما كانوش بيقدروا انهم يجروا الكاريج لان راسهم دايما بتبقى مرفوع نقولي الإجابة مرة تانية يبقى they were very uncomfortable and they couldn't pull the carriage up the hill while wearing the reins بينما هم لبسين ال reins number two بيقول لي how did ginger and black beauty become hurt يعني كيف جينجر و black beauty اتصابوا احنا قلنا ginger began to kick so hard that they fell to the ground يبقى هنقدر نقول ان جينجر قعدت ترفز ضغطة ما يقعوا على الأرض and they were badly hurt ممكن نكتب الإجابة بتاعتنا بشكل سهل فنقول ginger kicked so hard that they fell to the ground and they were hurt وتأزوا أو تصابوا number three بيقول لي do you think that black beauty was angry with ginger because he was hurt why or why not السؤال دا احنا قابنا قبل كده قلنا no because he realized that she didn't mean that هو أدرك انها لكانت ما تقصتش but the reins were very uncomfortable لكن ال reins كانت مش مريحة بالمرة number four بيقول لي what did felcher do with black beauty's food عمل ايه felcher في طعام black beauty he stole it and gave it to his rabbits number five why do you think that earlis may said that he might not get much money for ginger لما جاي بيا black beauty و ginger كان رأيه انه هيقدر ياخد او هيحصل على فلوس كويسة من black beauty لكن من ginger مش هيقدر يحصل على فلوس كتيرة اللي تعتقدوا كده because ginger was badly hurt هي اصابة اصابة سيئة and السبب الاساسي انه هي ginger didn't always do what the owners wanted ginger didn't always do what the owners wanted بكتش دايما بتعمل اللي عايزه الانر طبعا الاجابات بتاعتنا اهي وطبعا الاجابات دي بتاعت the teacher's guide يعني كتاب الوزارة اللي بيجايوا بالاجابات دي بالزبط تاستي اللي بعد كاب يقول لي جيري باركر captain جيري السون هاري black beauty always helped to look after black beauty and worked hard مين دايما كان بيستعد في الاعتناء بblack beauty وكان بيشتغل بجد اكيد جيري السون هاري طيب بعد كاب يقول لي what the best owner and a kind taxi driver مين اللي كان الباست owner وبلاك بيوتي قال عليه the best owner كان طيب جدا طبعا الكلام دا ينطبق على جيري باركر بعد كاب يقول لي was the horse that went out with the taxi carriage in the morning مين اللي كان بيخرج مع جيري باركر في الصباح الكلام دا ينطبق على captain اللي هو الحصان الاسمه captain examined black beauty carefully مين فحص black beauty carefully في الشخصيات اللي عندنا طبعا الكلام دا ما ينطبقش على ولا شخصية من الشخصيات اللي عندي فالاجابات دي مش موجودة معنا was pleased with his new owner مين اللي كان مبسوط من the new owner اكيد black beauty answer the following questions what did black beauty find difficult about his first few days in london ايه الحاجات الصعبة اللي شافها black beauty فأول كام يوم لي فلندن قلنا ان london was very busy and he couldn't find his way among the people and the carriages كانت الدنيا زحمة ومش بيعرف يلاقي طريقه ما بين الناس والكارجز number two بقولي why did black beauty think that jerry was the best owner he had had اجابة السؤال التاني طبعا لان jerry looked after him very well ممكن نقول ان jerry اعتنى بي كويس كدا ايزين نفسر اكتر he gave him good food and he gave him enough rest number three بقولي why did black beauty feel sorry for some of the taxi drivers and their horses سبق ان احنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده number four بقولي why do you think that each of ginger's owners paid less money for her لكل اونر كان بيشتري ginger كان بيدفع فلوس اقل because she became very weak and she couldn't work well لانها اصبحت ضعيفة جدا وما كانتش بتقدر تشتغل كويس after the fall بعد الايه بعد الوقع number five do you think that people were always happy to have jerry as a taxi driver السؤال ده من الاسئلة المهمة هل بتعتقدوا ان الناس كانت بتبقى مبسوطة بان جيري يكون التاكسي درايفر بتاعها why or why not طبعا هنقدر نقول yes ونقول مبرر مناسب او نقول no ونقول مبرر مناسب فانا هجاوبها لكم ان no because he didn't always do what the passengers needed or wanted لانه مش دايما بيعمل اللي الركاب عايزينه طبعا دي الاجابات بتاعتنا ودي اجابات teacher's guide يعني مهمة جدا التست اللي بعد كده بيقول لي match column a was column b believed that a pound wouldn't help if it made a horse tired كان بيعتقد ان الجنيه مش هيقصر معاه لما الحصان بتاعه يضعب اكيد الكلام ده جيري باركر was given food before working for many kilometers مين الحصان اللي طبعا تم اعطاء طعم له قبل ما يتحرك many kilometers اكيد الكلام ده ينطبق على black beauty والكلام ده حصل قبل ما ايما جيري يغدو لندن was jerry's wife مين هي مرات جيري هي poly wasn't able to run very fast after the fall مين اللي ما كانتش قادرة تجري بعد الوقع اكيد هي ginger was jerry's son ابن جيري كان هاري وهاري مش موجود في الايجابات answer the following questions how did jerry describe black beauty to his daughter السؤال بيقول لي ازاي جيري وصف black beauty لبنته تعالوا نفتكر كده قالها he is as gentle as you are فاحنا لما نيجي نحكي الكلام هنقول he said that he was as gentle as she was يعني هو لطيف زيها number two بيقول لي why did black beauty stop finding it difficult to pull a taxi in london ليه black beauty بدأ يتوقف عن فكرة انه هو يلاقي صعوبة في انه هو يتحرك في لندن لانه هو وصق في جيري he trusted jerry because he trusted jerry لانه هو وصق في جيري and jerry was a good driver and jerry was a good driver تعالوا نفتكر هو قدر يسوق ازاي with a light pull of the reins he could drive him يعني بشدة بسيطة من ال reins كان بيقدر يسوقوا ما بين الناس وما بين الكاريجز فنقدر نقول الاجابة باختصار فنقول because he trusted jerry number three بيقول لي why do you think that jerry took captain to work on black beauty's first morning in london ليه تعتقدوا ان جيري خد الحصان بتاعه اللي هو captain علشان يشتغل في اول يوم لبلاك بيوتي في لندن ليه because he didn't want black beauty to have a difficult first day يعني ما كانش عايز black beauty يقضي يوم صعب في اول يوم ليه في لندن number four بيقول لي why did ginger stop kicking people who weren't good to her ليه جينجر توقفت عن رفص الناس اللي كانوا او يعني رقل الناس اللي ما كانوش كويسين معها because she became so weak and they were stronger than her لان هي بقت ضعيفة جدا وهم بقوا اقوى منها number five how do you know that jerry was a kind man ادينا examples ممكن يقول لي مثلا give examples يعني ادينا امثلة على ان jerry كان kind man عندنا الموقف اللي هو الاخذ فيه السيدة المسكينة للمستشفى فنقدر نقول يعني هو خدها من غير ما تدفع له فلوس او for free يبقى he took the poor woman to the hospital for free فيه امثلة كتير طبعا نقدر نقول كذا مثال الاجابات دي مهمة جدا لان دي اجابة كتاب the teacher's guide يعني اجابة كتاب الوزارة طيب عندنا الامتحان اللي بعده بيقول لي the doctor skinner mr tharagood black beauty had easier work in the end من اللي كان عنده العمل بتاعه بقى سهل في النهاية اكيد black beauty والكلام ده كان في بيت مين miss plumfield and her sisters بيت miss plumfield واخوتها البنات طيب عكا بيقول لي took black beauty to the large field to give him good food مين اللي خد black beauty لل large field وداله اكل كويس طبعا الكلام ده ينطبق على mr tharagood اللي هو الجد اللي هو كان معاه حفيده في الماركت خده لل large field وداله اكل كويس بعد كده بيقول لي had no problems all his life مفيش حد ما كانش عنده مشاكل طول حياته فالاجابة دي ملهاش شخصية من الشخصيات was also a taxi driver مين اللي كمان كان تاكسي درايفر اللي هو سكينر told jerry that he should stop driving a taxi مين اللي قال لجري يتوقف عن انه هو يسوق التاكسي اكيد the doctor answer the following questions we only why weren't holidays always an easy time for taxi drivers ليلهوليديز ما كانتش وقت سهل ليهم because they had to work very long hours taking people from place to place لانهما كانوا بيشتغلوا ساعات طويلة جدا ياخدوا الناس من مكان لمكان what happened to jerry when he had to wait outside the house of a rich man اللي حصل له لما انتظر الرجل الغني he became very ill ممكن نقول he became very ill number three بيقول لي why did bolly write to mrs fowler ليه كتبت لي mrs fowler to find work for jerry لكي تجد شغل ليه لجري number four بيقول لي why do you think that skinner told the girl not to worry after she said that black beauty looked too weak to carry their bags ليه بتعتقدي ان skinner قال للمنت ما تقلقيش لما قالت ان black beauty ضعيف ومش هيقدر يحمل الشنط بتاعتهم ليه i think he said that because he cared about money and he didn't care about the horse's health لانه هو كان بيهتم بالفلوس يبقى ممكن نقول because he wanted to get money لانه كان عايز يحصل على فلوس number five بيقول لي why do you think that black beauty was sold at the part of the market where the horses were old and ill looking طبعا الكلام ده في الماركت المرة التانية ليتباع في وسط الخيول اللي كانت ضعيفة والمريضة because he became very weak and he wasn't healthy طبعا دي الاجابات match column a was column b be only stopped working because a vet said he broke his leg طبعا التوقف عن العمل لان الفت قال ان رجله انقصرت الكلام ده ملغوش علاقة بالقصة فما ناخدش اول جزء ونقول هي دي الاجابة الاجابة دي ملهاش معانا الاجابة دي مش معانا في الاسئلة did not give black beauty enough to eat من اللي مكانش بيدي black beauty طعام كافي اكيد سكينر بل كابيقول لي recognize the black beauty from his white foot and white star من اللي تعرف على black beauty من خلال الwhite foot القدم البيضاء والwhite star on his forehead اللي كانت موجودة على الجبهة بتاعته اللي تعرف عليه جو جرين became healthy again after mrs thargood and his grandson looked after him من اللي اصبح بصحة جيدة بعد اهتمام thargood والحفيد بتاعه طبعا black beauty moved to a cottage with his family so that he could work for mrs fowler من اللي انتقلوا لقطتج اللي بيت صغير وعيشوا هناك وميسس فولر وجدت له عمل اكيد جيري باركر answer the following questions بقول لي why do you think that jerry became ill لي تعتقدي ان جيري اصبح مريض because he waited for the rich man for more than an hour in the cold weather number two بيقول لي why do you think that black beauty was worried when jerry found work with mrs fowler لي بتعتقدي ان black beauty كان الان جدا بعد ما جيري وجد عمل مع mrs fowler ممكن نجاوب السؤال دا ونقول black beauty was worried because he was becoming old لانه كان بيقبر في السن and he would be sold وهيت بيع he wasn't sure that he would find a happy home again مكنش متأكد انه يلاقي ناس كويسة يعيش معهم مرة تانية number three بيقول لي who was a skinner and why was he a bad owner طبعا سكنر دا كان ايه he was a taxi driver and he was black beauty's owner هو كان taxi driver مين هو السؤال بيقول لي مين هو سكنر ولي هو كان bad owner طبعا سكنر was a taxi driver and he was a bad owner because he didn't care about black beauty he didn't give him enough food or enough rest ولا كان بيديله طعام كويس ولا كان بيديله راحة he worked for seven days a week وكان بيشتغل سبعة ايام في الاسبوع number four بيقولي what happened when black beauty tried to pull the carriage up a hill ايه اللي حصل لبلاك بيوتي لما حاول يجر الكاريج على التل والكلام دا لما كان بيحاول يوصل العائلة اللي كانت جاي من الترين ستيشن قلنا he fell to the ground and he couldn't breathe number five بيقولي why didn't black beauty recognize joe green at first ليه black beauty ما تعرفش على joe green في الاول طبعا he couldn't recognize him because joe green became a tall strong man لان هو خلاص بقى رجل ايه قوي وطويل اللي فكره طبعا black beauty كان a 14 year old boy من اهم الاسئلة اللي ممكن تجلنا في الامتحان what was the moral of black beauty or what is the moral of black beauty ايه هو الدرس المستفاد او المغزى من قصة black beauty طبعا ممكن نقول to look after horses because they aren't machines now we have finished revising black beauty دلوقتي انا خلصت معاكم ورجعت black beauty الاسئلة دي مهمة جدا لانها اسئلة كتاب الوزارة فـ 20% هتيجي الاسئلة منها please like share and subscribe to the channel add comments if you want more clarifications لو محتاجين اي توضيح نكتب في الcomments thanks for watching see you next time